في تونس مباراة تونس سؤال منتخب النجيل فقط عليها نا طبعا فقط عليها طبعا حسيني حمفوض ننعب كده زي تونس قدام كودفور بنفس الطريقة اللي انت قولتو اللقات ده اللي انت بتدافع كويس جدا بتطلع قطلة واحدة بشكل هجومي ما بتندفعش محافظ على مكانك لما اي لعب من اجنحة ان شوفت الراجل الجناح سيمون اللاعب الجناح بتاع ناجيريا اول ما بيمس في الكرة فيه ثلاثة اربعة رجب بيجروا عليه كانش لدور اللي هو حوالي لا يقل عن سبعين الهيئة اللي كان معزمنا في المباراة الاولى فشايف نتعامل ازاي بقى بالاسماء يعني انت شايف الاسماء ايه اللي تتحط في الملعب ويشتغلوا ازاي مع بعض خلينا اقول لك كريم طيب ان احنا مباراة تونس عزيت لك عليها حاجة من زمان جدا ومدرسة تونس معروفة ان هي في النواحة الدفاعية قوية جدا صح ولغاية دلوقتي هم المشيين على نفس المدرسة صح دايما حتى الاستحواز بالكرة دي حتى على مستوى الاندية سواء النجل الساحلي او التراجي التونسي تلاقيهم بيعملوا موضوع دا تلاقيهم بيستحوزوا على الكرة فده اللي عمل ومنتخب تونس ده اساس موجودة عند المنتخب تالت حاجة والاهم ان اللاعب اللي بيحتفظ بالكرة واحنا طول عمرنا كنا نقول احنا ما نحبش نلاعب فرق شمال افريقيا علشان فرق شمال افريقيا بيحصل عملية استفزاز لللاعب المصري او تلاقيه دايما عنده حتة الحماس والغيرة والقوة دي وجدناها مبارح ان انت تحتفظ بكرتك يا اما تمرر تمليه صح يا اما تاخد فاول فالتلات عاجات دول او التلات نقط دول زي ما انت بتفرج على المباراة لازم يكونوا موجودين معاك في مباراة زي دي امام الكردفور دول تلات نقط مهمين جدا احنا التشكيل بتاعنا او كزي ما انت بتقول كاشخاص او كاسماء احنا مش عنا نختلف عن التشكيل هي الفكرة ان انت يمكن احنا اهضلنا وقت شوية في كاسة العرب الراجل قاعد يقول ان انا بجرب ناس كتيرة انا كنت اتمنى بدل ما يجرب اشخاص يا كريم يجرب طريقة او يحفظ طريقة على الا الا هو كان عنده لا يقل عن سبع لعبين اربعة او حارس المرمى والاتنين الديفندر او تلاتة من الديفندر موجودين معاه كان حفظهم الطريقة اللي احنا عنالعب بها لان من الواضح ان انت لواجبات مختلفة في نص الملعب اللي هو اي حد بيمتلك نص ملعب او بيمتلك وسط الملعب بتقول ان الفريق ده الافضل احنا في التلات مباريات ما امتلكناش وسط الملعب ما امتلكناش خالص خالص اطلاق ولا في بعض الفترات انا حاسيت مثلا في مبارات السودان شوية كنا مسكين وقصة الملعب لما محمد انني بقى شكله واضح في رقم 6 فترات وليلة وزي ما انت قلت احنا منتخب مصر ما ينفعش انت تمتلك الكرة او يكون الاستحواز بتاعك لوقت وليل لمجرد خمس دقيقة او عشر دقيقة نفرح بهم يعني احنا حتى كمان حتة الجماعية زي ما انت بتقول ما بتظهرش غلاب من النين يلعب رقم 6 والاتنين اللي قدام منه بقى لان احنا عندنا مشكلة في الطريقة في الاتنين اللي قدام منه الاتنين دول المفروض ليهم واجب هجومي واجب دفاعي والاتنين بيقدروا يروحوا يجو انت لو جيت عملت احصائيات او بصيت سواء عمر السلية لعب او عبدالله السعيد او النين اللي لما بلعب فيها وحمدي فاتح بينزل تحت كان تصويبة على المرمى من الاتنين اللي هما بلعبوا قدام رقم 6 قليلة جدا كان اسست منهم وصل مصطفى محمد لجوم قليلة جدا تاني حاجة هل انت شفت الاطراف حدي فيهم من الاتنين دول محمد صلاح دخل لجوه او عمر مرموش وهو عمل اوبرلاب مثلا او طلع على الاطراف عشان يعمل كروسات الا في وجود زيزو طيب وهم الاتنين دول ده دورهم كده صح دورهم ان انا بلعب باتنين وثلاثة علشان الهافين يخشوا لجوه وتبدأ انت تطلع لبرا تعمل حاجات دي فازيزو بيعملها ممكن عنقول ان انت ما عندكش واحد بيلعب في رقم 8 بيلعب برجل الشمال علشان لما عمر مرموش يدخل لجوه هو يطلع فيقدر يعمل كروس فعنقول ماشي خلاص الجامل ده فاكي جربها في البطولة العربية شوية في ايمن 10 ويمكن احنا قولنا يعني يمكن من احسن الاشواط اللي احنا لعبناها كان ماتش لبيا بره لما عبدالله السعيد لعب ناحية الشمال على اساس انه عمر مرموش كان بيدخل بس عبدالله كان دايما يوصل للخط ويروح جاي عامل على عدلته ويروح جاي عامل كروس المصطفى محمد اللي هو جاب منه الجون التاني سوال انت لفت نظر النقط مهمة جدا بس انا مخاف من كروش انا ساعد بكروش كده بيحامل حاجات غريبة او ممكن ايمن اشرف بالفتوح راجعة من ناحية الشمال المباراة اللي جاية ان شاء الله ممكن يلعب ايمن اشرف في النص لا لا ما ينفخش في البطولة العربية ممكن بسه جربها قدام الجزائر انت فاكر نماطش الجزائر في البطولة العربية جزائر من غير اللاعبها المحترفين هلنا انا اتطفق نماطش الجزائر لا مش بول انا عايزه يعمل كده انا بقول لك انا بحاول لوصل لدماغ وممكن يعمل كده بعد ما وصل هو للدماغ الفترة الاخيرة دي واتزبطت الدنيا شوية صعب صعب يباوز تاني اه اه انت شايفت مجموعة اللاعب اللي في نص الملعب اقوية جدا وسرعة جدا وخلني انا اقول لها ممكن ايمن اشرف لعب ما كانش عدم عدم وجود النني كان عدم برضو لا لا وكان في عندنا كان عندنا اللاعب يتوسط ملعب في البطولة بس هو قرر يجرب اه انا كنت بقول كده يا كريم يعني في بداية كلامي انا قلت لك اتمنى ان هو ما كانش يجرب اشخاص قد ما يجرب الطريق يعني كنت جبت حمدي فتح ولعبته وعمر السلية وانتو تلاتة لدرجة ان احنا قلنا ان السبع دول استكررين عليهم ولما يجوا الارباع المحترفين ان احنا بنتكلم عليهم سواء تريزيجية ولا عمر مرموش ولا صلاح ولا مصطفى محمد كانوا عايكملوا الجزء ولما جون فجناهم في ماتش نايجيريا طبعا هو طلحهم برا الجيم خالص من بداية المبارة فاحنا عندنا لعبة كويسة نتمنى ان هما يكون في حالتهم ويكون في تركيزهم خاصة ان يعني ايه انا زي بقولك الماتشين اللي فاتوا دول والنتاج اللي حصلت في المبارات سواء الكاميرو النهاردة جزء الامر قدم مبارات كويسة قوي غامبية ظهرت بشكل كويس كمان تونس لما قدم قدام ناجيريا صح فكل اديعة تدينا يا حاق ان انت قادم مع دي نقطة ان قلت بتكلم فيها النهاردة في البداية انه العامل المشترك بين كل دول شوية روح وحماس يعني لو بنتكلم على الامكانيات الفردية والامكانيات الجماعية ممكن المنتخبات اللي كسبت او حد زي منتخب جزء الكمور النهاردة مكنش يعمل مباراة قدام المنتخب الكاميروني بس فيه شوية رغبة وحماس انا فيهم ان الفنيات مهمة طبعا ورقم واحد والادايا الفردي مهمة ورقم واحد بس من غير الاتنين دول انت مش موجود انا محسدش الكلام ده في الدول الاول بصراحة من كل اللعبين هي موجودة كطبيعة اللعب مصري كمان نتمنى ان هي موجودة انما انت بتتكلم في نقطة ممكن تضيف لها كلنا عن 20-30% لو كانت موجودة مع الفنيات اللي احنا ممكن نستخدمها